اهلا بكم النهاردة موضوع مهم جدا مع ضيف مهم جدا موضوع مخزون المبيض وفاشل المبكر المخزون المبيض ده كلمة صعبة جدا جدا يا جماعة وهي صعبة على فكرة على البنت وقع الجملة على البنت مخيف جدا والله يقول الدكتور حملة كبيرة على أي دكتور انه يقعد قدام ستة بنت عندها 30 سنة يقول لا او 28 سنة او 27 سنة يقول لا انت محرضة لفاشل في مخزون المبيض يا خبر بيض كلمة إيلة كلمة قلق جدا والقلق اكتر نافع عائلات يعني تلاقي في عيلة كده هي مشهورة عندهم انه كان بيحصلهم فاشل في مخزون المبيض مفيش تبويض بيحصل بعد سن معين مبكر 28 30 29 فاقلق جدا جدا هذا النضوع وطبعا عند البنت ان انت تقول لاها انت خرجتي من طوق او روحتي في اتجاه مصنفة على انك خير قادر على الانجاب ده كلمة إيلة جدا جدا على البنت مش كلمة إيلة ده صدمة العمر زي ما بيقوله فخلي بالناعزين نفهم هذا الموضوع اولا نفهم حقيقته خطورته كيف نتعامل معه كيف يتعامل معه الاسرة كيف تتجنبه الاسرة كيف تتجنب الاسرة او تكتشف الاسرة مخاطر الفشل المبكر في مخزون المبيض ضيف العزيزة القيمة الألمية المتميزة والاسم اللامع في عالم تأخر الانجاب الاسسد دكتور احمد ابو العيون استشاري اول امراض النساء والتوليد وتأخر الانجاب بمراكز دار الطب رضو جمعيات الاوروبية والمصرية والمجلس العربي لامراض النساء والتوليد اهلا بك دكتور اهلا بك انت اخترت النهاردة تتكلم عن موضوع مهم جدا هو الفشل المبكر المبيض وده يعني زي ما بيقوله كده انت لما تدخل تقول لحد على نصيبة بتبقى انت شيء الهم ان انت بتقوله على نصيبة احنا هنتكلم عنه عشان يبقى فيه استعاب دلوقت الحمد لله بقى فيه فرصة لتجنب اكبر مشكلة بتبقى فيه ان هذه السيدة لو حصل لها الفشل المبكر في وظائف المبيض ده خلص بيبقى يستحيل ان هي تنجب يستحيل ان هي تنجب الضيلمة طبعا بتاعتبات البويضات والكلام ده كل مش موجودة عندنا اصلا الحمد لله رب العالم يعني ايه بقى مخزون المبيض الست غير الراجل الست بتتولد بعدد معين من البويضات موجود في المبيض بتاعها تيجي العدد ده من وهي جنين لسه فيه رحم امها العدد ده تيبتدي لحد ما تيجي عن سن البلوغ بنقول ان المتوسط العدد ده حوالي نص مليون بويضة نص مليون بويضة نبتدي من سن البلوغ لحد سن القطاع الدورة كل شهر اللي عدد ده يقل اللي عدد ده يقل لحد ما مخزن البويضات يخلص طب نص مليون بويضة ده يعني ده احنا ممكن نعيش بقى 200-300 سنة لا سبحان الله كل شهر احنا لو قسمنا لو قلنا متوسط سنين الخصوبة من 15-45 مثلا يبقى 30 سنة لو قسمناه مع نص مليون بويضة يبقى هذه السيدة كل سيدة بتفقد من مخزون البويضات بتاعها الف بويضة كل شهر ده هي بويضة واحدة بس بتخرج اه سبحان الله الف بويضة عشان المبيض يختار منهم بويضة واحدة تخرج والبقى كله يضمر وايه الجسم يمتص طيب مش كل السيدات بتتولد بنص مليون بويضة دول او ما توصى عن سن البلوغ بنص مليون بويضة دول في سيدات بتوصى عن سن البلوغ عندها نص المخزن ده ربع المخزن ده فدي هتنقطع هيخلص مخزون التبويض بتاعها في سن مبكرة احنا بنقول ان سن انقطاع الدورة اللي هو سن انتهاء مخزون التبويض للطبيع سن الاربعين لسن الخمسة لخمسين ده الطبيعي. من اربعين لخمسة اربعين ده نسميها جريزون. يعني. طب ايه مشكلة الان يخلص مخزونة طبويد بقدري. احنا بنقول ان سن انقطاع الدورة. السيدة المبيض مش بس بيطلع بويدات. المبيض بيطلع هرمونات كتير جدا. جدا. يعني سبحان الله معظم الهرمونات اللي بتطلع في الست. بتطلع ما المبيض. طبعا المبيض الهرمونات اللي بتطلع منه دي عن طريق الدورة الهرمونية اللي بتحصل مع الطبويد. لما يخلص المخزونة الطبويد وتنقطع الدورة تبتيج هذه السيدة مستوى الهرمونات في جسمها يقل. لانتاج المبيض وقف. فتبتيج تحصل بقى الاعراض اللي بتحصل بعد انقطاع الدورة. اللي هي هشاشة العظام. تصلوا بالشرايين. الجفاف. حاجات كتير جدا بتحصل بعد ما مستوى الهرمونات وزبزات هرمون الاستروجن بيقل اللي بينتوجه المبيض. طب ربنا سبحانه الله تعالى الطبيعي ان بيحصل ده من سن الخمسة واربعين لحد سن الخمسة وخمسين. تخيل بقى لو ابتدى يحصل لوحدها في سن تاتين في سن الخمسة وعشرين في سن العشرين. وعلى فكرة ومحدش يعرف ليه موضوع الفشل مبكر او ان البنت تبقى مولودة بمخزون طبويد بتاعها ضعيف ده زاد جدا 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 في الفترة الاخيرة. زاد بطريقة مخيفة. غير مبررة. غير مبررة. كنا اتكلمنا في حالات قبل كده. ما في عوامل كتير. كنا اتكلمنا في حالات قبل كده لو تفتكر ان الموجات الكهرومغناطيسية. تلوس الكهرومغناطيسي الموجود في الكوكب. احب اقول لها حاجة انا اي ستة حامل باجي اقول لها الموبايل ده ممنوع تستخدمي اكتر من عشر دقائق في اليوم. وما ببقاش موجود في القوضة اللي انت فيها. لو لو جينا تفرجنا كده على الفيديوهات دي موجودة كتير. مراحل تكون الجنين وانقسامات الجنين. يعني ايه هذا البني ادم الكائن ده بيبتدي بخليتين ويقعد ينقسم ينقسم ينقسم. طب تخيل انت لما بتعرضوا في الانقسام ده لموجات الكهرومغناطيسية دي. ممكن بسهولة جدا يحصل خلال في الانقسام. فعشان كده بقول لهم مضر مش مضر سبت ما سبتش. الوقاية خيره من العلاج. وفي حاجات ما لاش علاج. يعني لو رزقت ببنت ما لاش مخزون طبويضة مخزون الطبويض بتاعها ضعيف. ده ملوش علاج. طيب. احنا اتكلمنا دلوقتي يعني ايه فشل مبكر يعني مخزون البويضات يخلص بدري. طب ايه الحل نعمل ايه? اول حاجة اي واحدة في الدنيا انا بنصح انها من بدري كده وقت عن سن العشرين سن الاثنين وعشرين. نعمل تحليل اسم تحليل مخزون الطبويض. نعرف وضع مخزون الطبويض بتاعنا ايه? برضو زي ما كنا بنتكلم قبل كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش ده إلا او معه ولا لك. بقى دلوقتي فيه حاجة اسمها تجميد البويضات. يعني ايه تجميد البويضات? يعني ممكن حتى قبل ما تتجوي. ده بنعمله كنا قبل كده. خلي بالك من الاسباب مش كل يعني تسعين في المية من الاسباب بتاعة الفشل المبكر بتاعة مخزون الطبويض غير معلومة. لكن فيه اسباب ممكن اتعرض ليه اشعاعات. يعني لو فيه واحدة لخضر الله محتاجة ان هي تاخد علاج كيماوي. علاج اشعاعي. ده لوحده بيدمر مخزون الطبويض. فكنا دول بنوجههم بيتوجههم لمركز من مراكز الحق المجهري. يعمل لهم يتعمل لهم تنشيط للطبويض وسحب البويضات وتجميد البويضات. نتائج تجميد البويضات عمالة تتحسن اكتر واكتر واكتر. يعني هكنا بنكلم فقط لما قد انها ممكن من كل عشر بويضات هيجمده. كان ممكن يريكوفر اتنين. لأ دلوقتي ممكن يريكوفر ستة وسبعة وتمانية. يعني عندها في دار الطب احنا ممكن نوصل لتمانية من كل عشر بويضات يريكوفر وبعد كده. فانا ببساطة اكتشرت ان انا مخزون طبويض بتاعي ضعيف. اولا مخزون طبويض بتاعي ضعيف يبقى انا ما بتكلمش على السن. انا دايما لما بتجيلي اي واحدة تقولي مثلا انا عدل في الاربعين هو انا عندي فرصة في الخلفة. ولا السن مش مهم. المهم مخزون الطبويض. يعني احنا ما كنا تكلمنا في حالات قبل كده عن التكايس عالميبيض. التكايس عالميبيض سبحان الله هو مخزون طبويض زيادة. هي هذي البنت او هذي السيدة مولودة بمخزون طبويض ضعف واضعاف اي واحدة تانية غيرها. عكس اللي احنا بنقوله. فانا ممكن يجيلي واحدة عندها اتنين واربعين خمسة واربعين سنة ومخزون طبويض بتاعها بتاع واحدة عندها عشرين سنة. لان هي من الاول اتكايس عالميبيض. اه. فانا بحكم على خصوبة السيدة بمخزون الطبويض بتاعها. واحدة عندها عشرين وعشرين سنة واتجوزت. وعمل تحليم مخزون طبويض لقيته. يعني في الطبيعي بس القليل شوية. دي انت عندك فرصة. اه. ممكن تجربي بس مش هنجرب ايه سنية ثانية اربعة في ان يحصل حملة طبيعي. يكون خلص يوم مخزون طبويض. لا انت هتعامل معاملة واحدة عندها خمسة وثلاثين او او اربعين سنة. معاك سنة مثلا بكتير فرصة لحدوث حملة طبيعية ما حصلش يبقى لازم اعجل بفرص حدوث الحمل. عن طريق وسيلة من وسائل اللي فيها معاها فرص حدوث حمل عالية زي الحق المجاري. بان احنا مش هنتظر بقى لما مخزون الطبويض بتاعك يخلص وبعد ما اجيك تشف بعد كده. اقول لك لا انا اسف. مخزون طبويض بتاعك خلص خلاص. فعشان كده هي تحليل بسيط تحليل دم بسيط. انا بنصح اي واحدة سن العشرين سن الواحد وعشرين سن الاثنين وعشرين حتى لو دورتها منتظمة. للأسف الفشل المبكر في وظائف المبل ما بديش انذار. يعني تفضل كل حاجة منتظمة 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 وفجأة تبتلت دورة تبعد عن بعضها نيجي نعمل تحليل مخزون الطبويض نلاقيه اثنين من عشرة ثلاثة عشر بقى عشر ما بديش انذار قبليه. فعشان كده انا من البداية باعرفة نفسي. انا عارفة مخزون طبويض الطبيعي بتاعي قليل. مخزون طبويض الطبيعي بتاعي طبيعي. مخزون طبويض بتاعي عالي. اعرف نفسي من بدري. اعرف اتعامل ازاي. فيش مانع ان انا لو لقيت مخزون طبويض بتاعي قليل. وانا لسه دلوقتي بدرس. لسه دلوقتي ما بفكرش في الجواز. لسه دلوقتي ما فيش مشروع جواز اي ان كان. فيش مشكلة انها أنشط أبويد وأسحب بوايضات وجمد البوايضات دي إحنا بنقول إن هي زي ما بننصح في الزكورة لو أي راجل عمل تحليل سائل المناوي ولقى عدد حالات المناوية بتاعته في أي تحليل أقل من خمسة مليون ده معناه إن إنتاج المصنع بتاعه ضعيف وممكن في وقت من الأوقات إنتاج المصنع ده يتوقف روح سيب عيني تسائل حتى لو أنت مش متجوز روح أي مركز المراكز للحق المجاري ويسيب عيني تسائل المناوية الجمد للزمن احتجتها أوكي ما احتجتهايش مخصفش أي حاجة دي قاعدة مهمة للغاية يعني في الثقافة لازم العائلات يبقوا فاهمين يتعاملوا إزاي مع المشكلة دي ويتجنبوا ملعفتها أو يتجنبوا القادم زي اللي احنا كنا بنتكلم بيه في حلقات قبل كده ربنا سبحانه وتعالى شاء إن احنا نحيط بجزء من علمه يبقى نستفيد بيه يعني بلاش يا ريتنا كنا عملنا ده رحليل دم ومش مشكلة طرامة إن ليها حل يبقى أنا ليه زي هنقول زي أحط راسي في الرملة وأستخبى من المشكلة اللي عند لا أعرفها واتعامل معاه دلوقتي بقى كل حاجة وليها حل بس أشخص وشخص بدري زي ما كنا بنقول عن كل موضوع بنتكلم فيه كل ما أشخص الموضوع بدري كل ما تجنب مضعفاته ومشاكله هيكون أسهل بكتير والمضعفات اللي هتحصل هتكون أقل بكتير الموضوع ده بالذات أنا شايف أنه مش يقع يعني مش فهمه وتطبيقه واستيعابه على البنت بس تقع على الأسرة كلها طبعا الأم والقبل إنه وإحنا بنتكلم على بنات غالبا برضو وحلا كنت قلت كمان في أول حلقة أنه هو فعلا الفشل المبكرة رانزين فاميلي آآ آآ رانزين فاميلي أنه هي أنا مامتي يقول يقولي أنا مامتي دورة قطت عندها عن سلة 40 مامتي قطت عندها دورة عن سلة 35 بس زمان كان الجواز في سنة صغير يعني هي أوريدي بتكون خلفت مرة واثنين وثلاثة واربعة قبل ما يخلص مخزون التبويض بتاعها لما أجأ أسألهم أي واحدة بيبقى بلاقي عندها مخزون التبويض ضعيف أسألها خالتك جدتك آآ مامتك غالباً غالباً فأوقات كتير قوي يطلع وأوقات لا ده بالعكس يقولي أنا لا أنا مامتي قطعت على دورة 55 سنة فهي في جزء منه وفي جزء منه وده جزء اللي زايد قوي الفترة الأخيرة اللي احنا مش قادرين نحط إيدينا على السبب الزب هو بلا شك فيه أسباب تولان بشكل قوي جداً الموبايلات الأجهزة الحديثة الكثيرة المجال الكهروماناتيسي المحيط بالناس بين كل النواحي الشخصيات البنت اللي قاعدة في قضتها مع موبايلها والكمبيوتر والشاشة التلفزيون اللي مش عارف إزاي والريموت كنترول والمايكرويف اللي جنبها وجهاز معرفش اللي سلكي بتكلم به مين وحاجات كثيرة وللأسف بالذات الجيل الجديد مش مستوعب إيه التبعيات اللي ممكن تحصل على المدى البعيد للبابل اللي بقنا فاكر الإعلان الأخير اللي هو نخرج برا البابل إحنا مش بس نخرج برا البابل عشان عشان صحتنا عشان حياتنا عشان حياتنا ده دلوقتي بقوا طلعوا شخصية جديدة سموها ميندي اللي هو تخيل الشخصية المستقبلية لشكل البني آدم في المستقبل من كتر استخدام الموبايل مش حايف هيبقى صوابه عامل إزاي وعنيها تبقى عامل إزاي وكلام ده كل عامل إزاي فإحنا للأسف إحنا دخلين في لازم لازم البابل دي نخرج برا أنا نفسع يعني لو حد قال لي أنت نفسك تعمل مشروع أنا نفسع من المكان هو موجود الأماكن دي موجودة كتير خالي من التكنولوجيا خالي من الإضاءة بينوّب من مصابيح زي بتاع الزمان اللي هي لمبة الجهاز يعني وشوية شمع وبتاع وهادي خالص ومفيش ممنوع بقى اللي يدخله اللي يجيلي يعني يكون مفوش مش معالة موبايل ولا لابتوب ولا أي حاجة حاجاتي كلها يتخذ منه برا بعيد كده وتحط في مكان بس نديله ساعة في اليوم يروح يبص عليه ويرجع تاني آه يروح آه ممكن يروح تطامن في ساعة من 3 إلى 4 لأس آه بس بالظهر ضيف العزيزة دكتور أحمد أبو العوني استشاري أول أمراض النساء والتوليد وتتأخر الإنجاب مراكز دار الطب وعضو جمعيات الأوروبية والمصرية والمجلس العربي لأمراض النساء والتوليد واحد من الأسماء القديرة في عالم تأخر الإنجاب أنا أولاد النساء والذيكي شكرا نهاية شكرا 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 اشتركوا في القناة